التربية في المرحلة البداية أو فيما قبل التاريخ طبعاً تميزت الحياة البشر في تلك المرحلة بكونها بسيطة في قاعها نحن الآن نقول بسيطة في قاعها ولكن أكيد جداً أنها كانت مرتبطة بتحديات أخرى شديدة وهي تحديات البقاء ولكن بالعموم المؤرخ يقول بأن هذه الحياة في المرحلة البداية قامت على ثلاث مراحل ومرت بثلاث مستويات من التطور المرحلة الأولى هي الصيد المرحلة الثانية كانت الرعي والمرحلة الثالثة كانت الزراعة طيب هل كان هناك في هذه المرحلة تربية؟ يبدو الأمر وكأنه غريب نوعاً ما طيب فعلاً كانت هناك تربية ولكن لم تكن هناك مدارس بالتأكيد لم تكن هناك جامعات ولا كليات ولا فصول دراسية وعلى كل هذه الأمور ولا ربما حتى كتب لم تكن هناك الكتب ولم تكن هناك الوسائل التربوية التي نعرفها الآن طيب كيف كانت إذن التربية؟ في الواقع كانت تربية على الحياة كما يقول جون ديوي تربية على الحياة المباشرة تربية على الخبرة الحية للحياة كيف ذلك؟ بمثلاً أن يتم تربية الأطفال على الصيد كيف يتم تربيتهم على الصيد؟ أو كيف يتم نقل هذه الخبرة خبرة الصيد؟ تتم في ميدان الصيد بشكل مباشر في عملية المطاردة في عملية إعداد سلاح الصيد طبعاً الأسلحة كانت بسيطة كانت حجرية وكانت من عظام الحيوانات وكانت من هذا القبيل وثم تطورت يتم اختراع ربما النبل وربما الفخاخ وإلى غير ذلك وكيف يترصد الإنسان الفريسة وكيف يوقعها في الفخ كل ذلك كان يتم نقله إلى الأطفال بشكل مباشر ولذلك فهي قلنا عليها تربية مباشرة ولكنها بسيطة المحتوى أي معنى بسيطة المحتوى؟ يعني ليس فيها جانب نظري كبير مستقل عن الجانب المباشر أو الجانب المادي أو الجانب الميداني لا تربية ميدانية كلها ثم كذلك كانت تتم خلف القطعان التربية على الرعي العناية بالقطعان كانت تتم خلف القطعان وفي الحقول وفي المزاء يعني في البراري ولم تكن تتم في فصول أو تكبير كذلك التربية على الزراعة في الأخير في آخر هذه المرحلة لما استقر البشر حول الأنهر وحول نقاط المياه الكبيرة التي نشأت عليها الحضارات الكبيرة القديمة وتم اختراع الزراعة وارتبط ذلك بالاستقرار النسبي للبشر كان يتم أيضاً في الحقول ولذلك من كان يقوم في الغالب بالتربية؟ هل كان المعلمون؟ لا، في هذه المرحلة لم يكن هناك معلمون بل هناك الأب هو الذي يعلم هناك شيخ القبيلة هناك الكبار في السن لكن قد يقول البعض بأن هذه المرحلة قد عرفت أنواعاً من الوعي البشري مثل الأسطورة ومثل السحر وكانت هذه والديانات الطبيعية البدائية يعني عبادة الطبيعة ما يسميه فرويد بالتوطمية وهي الديانة الأبسط وهي ديانة عبادة العناصر الطبيعية كانت فعلاً ويمكن أن نعتبر أن هذه الأشكال من الوعي الإنساني الأولي كانت أيضاً موضوع تربية بالتأكيد وكان يتم تناقلها مع الكاهن والسحر والكاهن القبيلة وأكيد يمكن أن نسمي هذه التربية الثانية بأنها تربية نظرية في مقابل هذه التربية الأولى التي تحدثنا عنها باعتبارها تربية ميدانية أو تربية عملي إذن في آخر هذه المرحلة قلنا ظهرت الزراعة واستقر الناس استقرار الناس أدى في واقع الأمر إلى ظهور مرحلة جديدة أو دعنا نقول مسألتين مهمتين في الواقع الاستقرار أدى إلى ظهور مسألة تقسيم العمل وتقسيم العمل أدى إلى ظهور المربي كصاحب عمل خاص وهو الاهتمام بالأطفال بالأطفال ففكرة المربي ظهرت في هذه المرحلة في واقع الأمر بعد أن اهتم الآباء والعوائل واهتمت بمشغلها وكل يهتم بشغله ظهر لابد من شخص يهتم بالأطفال فظهر لأول مرة المربي ربما ليس بهذا اللفظ ولكن بهذا المعنى ظهر في هذه المرحلة وهي العسور القديمة أيضا الاستقرار قلنا أدى إلى اختراع الكتابة وبالتالي أدى إلى أول شيء كتابة التاريخ فظهرت العسور القديمة طيب ما هي المدارس الكبرى التربوية التي ظهرت في العسور القديمة قلنا من الألفية الرابعة قبل الميلاد حتى لسقوط روما القرن الخامس ميلادي تقريبا يعني 4500 سنة امتدت العسور القديمة فهي فترة طويلة جدا في تاريخ البشرية وبالتالي عرفت الكثير من المدارس الواقع أن هناك كثير من المدارس التربوية في هذه الفترة وهي أشهرها الفراعنة الفرس العبرانيين الصينيين الإغريق الرومان وطبعا كل مدرسة من هذه المدارس التربوية لها مميزاتها ولها خصوصيتها